السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقلون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي وحيا الله الأحرار في كل العالم سلام الله عليكم أجمعين جمعة مباركة لكل المسلمين ولكل المؤمنين وجمعة مباركة على كل خلق الله شاء من شاء وأبى من أبى فالجمعة لله والأيام لله وجمعة مباركة فيها خلق آدم وفيها خلق الله الأرض وفيها قبضة روح آدم وفيها تنتهي الحياة على هذه الأرض الله أحسن إلى خاتمتنا يا رب العالمين السلام عليكم أجمعين نبدأ هذا الفيديو بإذن الله ونوضحه واحد بعض الأمور ونتكلمه على بعض الأمور أول شي نقول لكم خابتي الله يحفظكم لايكات تعطونا شوية لايكات لا تعطي شوية لايكات لا تخسروا الأمور لايك لايك شوية لايكات من فضلكم وفيها تأتي تمنينا أن نصل إلى 150 إلى 200 ألف أبونا تمنينا تمنينا أمني على أكثر ورائق إن شاء الله ربي حقك أمنينا نبدأ بوزير داخلي وزير داخلي يا سيدي هذا ما يخرط على الشعب خرط 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 خرطو 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 أشد كرة للكيان صهيوني أشد كرة لا يوجد شيء يكرهوها في الدنيا هذه أكثر من الكيان الصهيوني الشعب الجزائري فمن المستحيل باش تجي حاجة من إسرائيل ويقبلها اللي هو كون يجي من عندهم ونكتموهو حتى نجي فيهم ونشموش لهوتا فكيف تتهم الشعب الجزائري أنه الدعم فيه إسرائيل وهي اللي يدير في الفوضى إسرائيل تحرر الشعوب العربية سبحان الله سما إسرائيل فيه في نظرك انتظرك ولا تلمهدي المنتظر يصحوا في الشعوب العربية باش يطروا ضدهم إسرائيل تغطي في الشعوب العربية تبربرغيهم ترقد فيهم وإنما تكون ثورة شعب يدعموا الحكام الظالمين أمثالكم يا عدو الله باش يقمعوا الشعب مثل ما عملوا في مصر دعموا السيسي وطلح تسرحوا بها في قنواتهم وفي جرائدهم أنهم يدعموا في السيسي باش يقتل الشعب المصري وباش يقتل المسلمين وهذه قضية إخوان وما إخوان مكلا مسلمين لا يوجد مشكلة في التوجهات المسلمين المهم ما يخالفناش العقيدة ما يفلسسوا في العقيدة وما يخترعش دين من عندهم مرحبابي لا يوجد مشكلة مسلم فكيف تقول أن إسرائيل هي اللي وراء هذه الثورة ما عنكم أنتم مطبعين مع إسرائيل وتحبوا إسرائيل شكي بخليلة أولادهم عندهم شركات أصلا في قلب تل أبيب على ما رح تقولون تدعم في الإقتصاد الإسرائيلي باش ما كم عارفين باللي عنده شركات في إسرائيل علش ما رح تقولون كيف هش عندك شركات في إسرائيل والدعم في الإقتصاد الإسرائيلي لا لاذك صاحبكم توقفوا لهم تقسموا معه أما لا نقول لك أنا من عندي يا عميل يا حثلة البشرية يا نجس القوم يا نجس القوم اليوم الجمعة قبحك الله وقبح ما قلت قطع الله لسنة ربي قص لسنة قص خلي يا ربي يضمرك مليون جمعة يا ربي يا ربي تعبنا منه تعبنا تعبونا تعبونا يا ربي نصرتك يا رب اللهم رسل عليهم جندا لا نروهم ولا يروهم يدمرونهم تدميرا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير شعب الجزائر يرجو نصرتك يا رب استضعف اللهم إننا نشكوك قلة حيلتنا وضعف قوتنا وهواننا على الناس اللهم انصرنا يا رب العالمين وقال لكو دولة أوروبية شكون الدولة الأوروبية هذي عندك تقول فرنسا عندك تقول فرنسا بسك فرنسا ولا غير منكم ما تدعمش الشعب الجزائرين باش ينوض ضد مصالحة مستحيل فرنسا تدعم الدعم الجزائرين باش ينوض ضد فرنسا ضد مصالحة ويقتعمها العلاقات هذي مرمي شكل رح يستقلك في النهضرة هذي غير صفاء التفنين لكيماتهم تتحجوا تحبوا أنا حبيت نشوف البغولة أولاد البغولة هذي ليس تقوم فيكم في الهضرات أشكون حبيت نشوفهم حبيت نشوف تركيبة تحب كرام ديرين والله هم عادة صفاء والتافين وذوي المصالح اللي نهبوا أموالشاب ها نهبوا أموالشاب وداروا بها شركات وخايفين كيجي حركة شعب تجي دولة يحاسبهم هذي كرام تمسكين فيكم هما عارفين بلا لكم غالطين وعارفين بالله كلاب وعارفين بالله ركم عملاء بس أحبه لا يخسروه هذيك الأموال تاحم يستعدين يحرق الجزار ويضمروها يستعدين يفنوا الجزار والشعب الجزاري غير باشي حكموا هذيك الأموال ليسرقوا هون هبوها مأكله وحرام ومشربه وحرام مأكله وحرام ومشربه وحرام مكته وشربه وحيته ولبسه وكل شيء حرام ويسيطيك ويقولك أنا سوف أجلب عمر سوف أجلبك أصلا الزكاة وليس صح لك الزكاة والصداقات مختلفة ودولة العربية ما هي دولة العربية هذه؟ الشعب الجزائري لا دعونا الدولة لا تدعموا دولة تحبوه المعالي والمروكو وقاموا حيث المعاليبي وقاموا بشكل مع المصريين ومشاكل مع السعودية ومع الكويت مع التراكة كرهتوا فينا شعوب الله وشعوب خلق رب العالمين كل كرهتوا في الجزارين أي دولة تقولوا للجزارين يقولوا أعودوا بالله وكتع مشاكل وكتع فوضى وكتع بعدني ما خليتوا ناش ناس يحبونا ونحبوهم نحن نحبوا شعوب سعيد سعوب كل خفوا منه فأي دولة عربية ما عندكم تحلوفات الشعب الجزارين ما عندوش تحلوفات عندنا خاوتنا المراركة المغاربة خاوتنا الشعب شعب يزورونا ونحبونا ونحبوهم عندنا معهم بصافحات الكتائية على الأحرار متكلموا معهم نرسلو لهم سلام يرسلو لنا سلام نسلمو عليهم يسلمو علينا خاوتنا تونسة خاوتنا الليبيين شعب لا لدينا أي علاقة حنا نعمش لحكومة يا الطحان بطحان يا المرخص والد المرخص لم يجدوا حالة أخرى لم يكن لديه لقد قال لك مع البريش راح ان يفرضوا حضر تجوال شو ما حضر تجوال تديروه الشعب الجزالي اياكم توقعوا في هذا الفخ ما كان لحضر تجوال لا حضر تخوال كانوا له حابين يحاصروا 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 ويبقوا يزيروا يزيروا والله لو يحسوا انكم تراجعتوا لحظة فشلتوا لحظة راح يهجموا عليكم هجوم الكذاب المصعورة ما كانش لا حضر تجوال نهارا يفرضوا حرزت جوال الشعب كامل يخرج بنسى بالرجل بنسى بالولاد برجل كل خرجوا الشارع ما كانش كيفاش حضر تجوال تديرونا حبس داخل حبس داخل حبس عبدالعزيس مشاهد قباحك الله اينما ذهبت واينما وليت اللهم دمره شتم ودمر اللهم في هذا اليوم المبارك استجب لدعواتنا يا رب العالمين اللهم إنك حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين الناس محرمة زلموا واستكبروا وتجبروا اللهم مقسم ظهورهم يا رب العالمين اللهم دمر عروشهم يا رب العالمين اللهم دمر عقولهم يا رب العالمين اللهم زلزلهم زلزالاً عظيما استكبروا وتجبروا في هذه الأرض قباحكم الله ما كان لها حضر تجوى لها حضرة وقال لك أغلقوا الجزائر على الرحالات الأوروبية ثم رح تجربت طيارات على الصينيين يعني أصل كورونا مالصين رح تجربت طيارات تسفرغوا في الصينيين في الجزائر وقال لك حنا اقتعنا لها المعلومة التي قتعتها عندك 24 بنادم ومع لها بلش كلمات واحد ولا زوج الله الله أعلم ومع أن حما عندنا الأسباطرات لا طب الأولو لكن والله أعلم إذا صح أو أكذب صار هنا في أوروبا رح انتشر راهب وما داروا حضرة تجوى لها مكنة حضرة تجوى لها أو لها مكنة حضرة تجوى لها الناس رح تخرج تدخل نورمال مكهة مشكلة وبعدين قال لك كورونا هذه ميش حيش هتعى الواحد يتخبى في الدار وقد قادر دخلك في الدار وتخرج لك برها قلنا نيصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومشكل إنسان يموت بها يموت وغير للناس الكبار اللي عندهم آزمة ول عندهم جهاز المناعة تحمد ضعيف يبقى بتصحة الجزائرين ما شاء الله كابرين بالشيح والزعثر ما ينفعش فينا كورونا تحكمك شوية صدراتك حوضر كم بعتنون كاري أصلا معظم البشرية فوق الأرض هذا كورونا راح ست ست أصناف كورونا اه دوات رواع كات سنكسيس واحد وثوثثة وثلاثة وربعة وخمسة أصلا كورونا واحد وثوثثة وثلاثة ورابعة وخمسة راح موجود في كل عالم في كل الناس يفهم كورونا هذا. ما يضرر أصلاً. أما كورونا ستتبدل شوية. الصين ضمر الصين بس استفادت منه. أدركوا من فهموا الموضوع. قالوا كيف هاش؟ الصين أمامت كل الشركات. لأن الأوروبيين والأمريكيين لما جاءت هذه الحالة كورونا أغلقت الصين بيعوا الأسهم بالخسرة. الصين شرعت كل شيء. عندهم مصيبة. لكن في مصائب القومين عندها قومين فوائدهم. وما صح جاء عندهم كورونا هذا. ولا أما اخترعوه ولا أما خلقوه بش يديروا هذه الحالة. بس أمو كل الشركات الصينية ولا تصينية خالصها مئة بالمئة. هيا وطلعوكم قالوا لكم باي باي. ديقاج علينا. هذو الصينيين. وضرق الرشل وطيارة مساعدة الطليان قالوا لهم احنا نعاونكم. خبراء وطباء قالوا لهم احنا نعاونكم. ما هي منحلة؟ جاءت عندكم كورونا. قالوا لهم انا نتوى عندكم كورونا. احنا نعاونقكم. نحن نعاونقكم والطباء أو ندفوكم. احنا نتوى معدناس مشكلة. ما يعظوا بي خدماتهم على العالم كاملا. لا يوجد شك بأنهم في العالم كامل يستحوذون على الشركات الصينية أضرق شكية أنها ليست توجهاتها هناك خبار يقول لك أمريكا نشراته لا لا يوجد هذه أممت كل الشركات الأجنبية الموجودة هنا كشترات الأسهم وأممتها شركات صينية وطنية مئة بالمئة تفهمت اللعبة فما جيش تقول لنا أننا غلقنا فرانسا على جالب بيسك عندنا كورونا غلقنا المروك المروك مبكري غالقينها يعني ليس على كورونا كانت هناك شخص دعاء والمغاربة خرجوا عن كورونا وعندنا مرضى أخطر من كورونا وماروكونا قلت لكي دخلت عندنا هربت وراح تحلل كورونا دخلت المروك وكورونا تحلل كما نفس في الجزائر في تونس تدخل كورونا ترحى الطبيب جزائرية وكسني مروكي كنت تحديث من المنتهي أحبت قدمتها وخد عطاء القوش دعمها وحضرت جوالة وحضرت ونعرفها ومعني حضرت خطة هذه القطوة لن يقرأوا فهم مجددا فيها وأخيرا لكي أفتقنا ودروها ومعينا سأفعلها في هذه اليوم جمعة مباركة أرى أن ما سحل الان سأرى الان هل لكي أرى الان كنا نبدأ في واحد الآية من القرآن وهي في صورة النحل يقول لك أنظل من السماء ماء رب ينزل من السماء المطر حملت فسالت أودية بقادرها كل ود يحمل، الويدان يحمل، الكبير يحمل بزاف والصغير يحمل شوية يحمل 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 قيد رب يحمل 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 أجل فاحتمل الزيل وزبادا غرابيا السيل الأدري يأتي إلى خشمال الخشخاش، وعوض ورقة على الجرس، وعوض وعوض الأطراب، وبرجل الخماش ومما يقيدون عليه في النار إبتغاء حلية أو متاع و تدعى ذهب تطلع من فوق تجيبها خامة و تضع ذهب خالص تطلع ذهب من فوق الرغوة تدعى كل الماء التي تجيب من الحملة أو الخماج كيف نفس الشيء هو هذا الخماج والذهب برك هذا الخماج والذهب كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق والباطل رب يدر لهم كماك. لأن الباطل يقوى يكسر الباطل في الأرض يكسر يكسر. رب ما يدر له؟ يطلق عليه الحق. لأن الحق هذا جند من جنود الله. كما الريح كما السيل كما الطوفان كما الزلازيل كما الأعصير كما جند من جنود الله. يطلق عليها ربي الحق. كما يدر له الحق ينزل السماء؟ ينهج في هذا الباطل. يدمر فيه تدمير. فأما الزبض يذهب. يتحمل الحملة. مع الوقت يمشي 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 يمشي. هذا قمت بشرارهم. لان الشيء يختلف الحق يمشي يمشي. مثل ذهب فيه ترد يتساع الماء. اتساع الماء أو تقليهم كل ذلك؟ استعرض آسفة وتدقاء الماء تم الد pianس full Zeb Society. وهذا ما ي pasti وسط على هذه الفضة هناكوق. أما الزباد يذهبون في الخمجات قاعد نحن وأما ما ينفع الناس يمكثون في الأرض الحاجة التي تنفع الناس وتكون مليحة تقعد ربي يمكنها في الأرض ربي يمكنها في الأرض أما الخمجات الباطل والكذبات والمسوخات والجرائم والضغط والتنفيق والخمجات والنفاق والخبث والمكائد والمخر وكل يتصفى ربي يصفي فيه لأن الصالحين ودعوة الناس المباركة وخاصة في الأيام مفترجة مثل الجمعة هي دعوة المظلوم وستجابة في كل وقت هذه الدعوات ربي تنظف هذا الحركة يتنظف هذا الشعب يتنقع والخمج هذا يتنحي 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 كذلك يضرب الله لأمثال ربي يعطيك من كل حاجة مثلا وانت ما كنت عارف خير من ربي وانت ما كنت عارف خير من ربي وانت ما ربي قال هناك في القرآن اللهم إنا مصدقون بقلوبنا وعقولنا وأنفسنا وإن كنا أحياناً من العصات لكن نصدق عندنا قلوب تصدق ومؤمن بهذا الشيء ومتيقنين إن الحركة ضيصف فيكم بإذن الله درو حضرة الجوال حضرة الجوال كأننا في الحرب العالمية ما ناشف الحرب العالمية بوش تفرضوا حضرة الجوال ما ناشف الحرب بوش تحضر مين اسموب للأسفك? الآن رحح أوصفهم للشعب رجعوا أمو الشعب المنهوبة ثم제를 Right 꿈 Demis وان هو توفيق حسن خرجوا كريم طابو خرجوا ركش النتاز اعطوا الحرية الشعب اذا تحفظوا على الشعب ارجعوا له على قررز قلوا انهبتوه انتم وولادكم وخرشتوه الخرد العقارات اللي شيرتوها في اسبانيا وفي دبي وفي امريكا وفي كندا وفي سويسرا وفي فرنسا وزيد 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 يعني في العالم كم شيرتو عقارات بيعوا هذه العقارات تشدى اموال الشعب بيعوهم ورجعوهم للخزينة والله الجزر تصبح من اغنى الدول من اغنى الدول تنحى الذائقة الاقتصادية وتنحى المشاكل وتتملأ خزينة الدولة وشعب يعيش فرح وسعيد وانتم ما تتحلل نورمال تحل المشكلة كامل اه تبون مش قلتان انا اعرف الضراهم المنهو بين وين وكين ولي رائس نجيبهم الا لعنة الله على الكاذبين اليوم جمعة لعنة الله وقبحك مش قلتك يكون ولي رائس نقولكم وين هم ونجيبهم قالوا له وين هم قلهم لا لحكين ولي رائس يا يا سيدي يا مزعوم زعم انا والله مني قابلك تكون حتى العساس على الدار لانك لو تعسس الدار تخلم هاك وليت رائس سيدها معينوك وصمروك دلولكم وصمروك ودقوك وين هم الأموال المسلوبة والمنهوبة قول لنا وين هم المشكلة وين هذا النظام يكذب 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 مجلد 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 يكذب يكذب يعني يحبون الحمار بل الحمار بل بغل بل بغل حاشا الصورة فحنا نتقلم عن الحميرة بوصبها على الزرق والناس اللي مازالوا يستطقوا فيهم هو هو بفمه قاعد يقول لك احنا مع فرنسا فرنسا و احنا خواة توامر رضعنا من كلب واحد دي يقول جي تقول على الناس اللي يقولوا لك لا لا تتبهوا الموسم ليح تقول عليهم معهم لا فرنسا كيفاش فهمنا لكن انتم كما يعني بعض الامثلات تعلمون الحق وتحيدون عنه تعرفوا الحق هاول بسهلين اهم الديروش لان الشيطان الشيطان يوم تحدى رب العالمين وعصى رب العالمين اول معصية في الكون هي معصية العنصرية انه دار تمييز بينه بين ادم تكبر عنصري تكبر على ادم انه ادم منطين وهو من نار ما يعبدوش بس انسى حاجة واحدة انسى انه ربي هو اللي امروا تجبر وتكبر غرراته نفسه كبر كثير من الناس عندهم كبر صيفة يحطا فيك الشيطان وانت تمتصها وقلبك يرضاها خلاص صراحته قلبك يرضاها وتتمكن منك هذه الصيفة تعال الكبر تقولوا انت خير من الناس لانك حمار بن حمار بغلب غلب ما تسوهش فرنج نقلة ما تسوهش قاسا من بالله في سوق الرجال ما تجيبش نعال في سوق الرجال والله ما تسوهن نعال تسع شيء كبر لا لا تبانا ملايحة والحكومة ملايحة اعطيني دليل لنا ملايحة هي ملايحة وصي عناد كاين المنتفعين كاين اللي اراهم نهبين اموال ام يدفعوا غير على ذاك الاموال ليس على تبون راح تبون جان تبون يجيبوا واحد اخر يتمسحوا يترسقوا فيه بسك هو القارب بتاع النجاة تحمه هو اللي يمنحهم علىها بسك سرقوا ونهبوا ميقدرش يتطلقوا يخافوا قلنا لهم يا ناس إلا سرقتوا بززاف تدي حاجة قد ما تعيش والباقي رجعت خسينة دولة وروح على اقل حاجة اللي تديها القليلة تقولي حلال اذا غير الاسودل dolci ليس بشرقة تدميتين مليار وخمسمائة مليار ويحية سلثمائة مليار مدار ندروق نشان كدرييك 10 ملاير معلمة كي ديرها بصحي دار 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 بالجنين يتعاكم وانا يا سيدة نفرضوها 10 ملاير وتجيب طموبير بخمسة ملاير لمخيرها قاع وانسي تحكم 10 ملاير باش تعيش هاي يستكملتها كامل 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 راهم 25 ملاير 25 ملاير واشدر بسلسمية ملاير ماني شعار والله انا نسي والله ما نعاف انا لو سلسمية ملاير والله ما مع البريج تخوفني نخاف ما يعني بندربها وشتدربها حياتي كاملة ما نكملهاش لما نخليها خلاص اللهم فرق 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 وهني رخت رانكي وزر تعس الزكاة وتعس السادقاء وتعس السبالية حتى لو جاتك بالحلال راك تعساس عليها ما هو اسملكك حتى مالك مالك حلالك راك عساس عليها امتيحان لك في الدنيا هذه تعس الفقيرة وحق المسكين وحق اليتيم وعبر السبيل وابن السبيل والفقير والأرملة واليتيم وتعس السكات والسادقاء هذو كل يخرجوا تعسهم تغلط مرة تغلط مرة حتى تتحسب عليها يوم القيمة ربي يقولك لا تزكيش عندك مال تغلط مرة تغلط مرة تغلط مرة تغلط مرة التغلط مرة تغلط مرة ومرة ومرة صحة تغلط مرة 4 ملاير وربع ملاير دولار وعشر ملاير دولار وسبع ملاير دولار وست ملاير دولار وثلث ملاير دولار وحسب لم تحسب يعني الخازينة تعد دولة تتعمر من جديد وتولي الجزائر على الأقل على الأقل أغنى دولة في إفريقيا سيروا يعقل لا لا قال لك هذا وكلا لا وشهنا وقال لك عندنا حصار اقتصاد يراننا في خنقة وشهوه قال لك لازم الحرك يرجع للدار باش تتعمر الخزينة سن Liquいただي كورونا لا يجب أن الحرك يحبسpe جدا عندما يحبس في حركيا كورونا عندما يحبسى الحرك يمر كورونا يجب وجوه الكورونا كورونا تفقSeux ization موleen نوص فص return اختصد خ�� من مج�� bamboo ثم قتلتهم 250 لف جيزاري نسعينات قتلتهم 250 لف و شر قتله يعني قتلتهم و روعتهم قبل أن تقتلهم قبل ما يموت مسكين مكتل مروح يبكيوا الضرب فيه كلي قتلهم بالشاغور كلي طيروا المريصانهم كلي يذبحوهم كلي ولا تصغار دي بي 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 دي بي بي الذبحوا الله ينعلين بابكم الخب و بعد قرون تموك اسمعوا يا حكمة العار اسمعوا مليح هاكم نس 않م philosophical نسانعود تقدر كنون ب Experimate إذا قested Chevron المهم لا إله الله محمد رسول الله هذا المشكلة لك سكروا الأجواء والطيارات لا ترحل المروق والأجواء لا ترحل الفرنسا لا ترحل المروق كورونا لا يهمنا هذا يغير تخدعون في بعض الناس وخبوا فلان وخبوا الشعب هذا تحركات غريبة في العالم معنا كورونا هذا ما كان حتى حاجة هنا كان كورونا مئات الناس قسم كورونا هذا هو حتى حاجة والشيخ كبير وصف لا يمكنك ان التهاب هذا الناس لهذا الميزن كان أجهد الإنتمي مع المجلوب هذا المشكل هذا المشكل سأخطروا في الناس اللي يلعنكم المهم أن كان لياسر حمني أيها اليسر حماني هذا دار حجرة في صباطي يعني مصمع ليش عارف عن الكريا يقول لك حبسنا والله الحركة موش معلق علشان هنقدرتها فيديوهات قبل نفرضه على سبيل المثال الموت حق ومكتوب على كل إنسان نفرضه ان العربي سيطوت استوفات المنية يعني يا ربي يفتكروا وده رح يعبس الحركة ميحبس نفرضه ان اي واحد حتى لو انا حتى لو كل الناس يعني هادو اللي رام يهضروا هادو واحد والله زوج مات وقضى الله وقضروا رح يحبس الحركة بيحبس الحركة موش مركبة على شخص ولا على طائفة ولا على ابن لكن الناس دار الكريا انضموا الاخرين وكمناه انا اجاب لي يا ربي من اول ما يعني مش شاك ومين الشاك بسا حقولت هذا ماذا مرخ كل مرة العنف 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 عنده نفس منطق النظام حب يدخل الشعب في عنف ما قدرش عليها بموت راجع هذا شك والله اعلم ما يعلم بالسرائر إلا الله عز وجل خبايا والله عز وجل ومن بعد الانسان مقاوم لا تقاوم تقول راني قاوم وباش نتسقل الجزائر اللي قاوم مايرميش المنشفة ومعطت ناجحة سبب علش الشعب مبغش يتبعني ما هو الشعب ميتبحته واحد الشعب يسمع من هذا ويسمع من هذا ويبقى والناس يوعوا فيه وفهموا فيه ويبقى ويدعموا فيه بالفيديوهات حتى الشعب نفسه يكون الفكرة تعرو ويقوم ليس بشرط يتبعوني انا ولا يتبعوك انت ولا يتبعو فلان بلاش راح محب بميتبعوك انت راح تقولي رايس انا ما نغوتش عليك ترائيس انت ممكن تكون في جهاز امني انت قبلك لانك عندك خبرات انت قبلك تكون فيه جهاز امني بس راح تقولي رايس لا 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 ما عندك شكار اسمت عرائس في الجهاز امني ايه هنا قبلك تكون حرم الاحرار ويذا فعل انك حرم الاحرار وتحب البلاد جهاز امني يسلم لك الجهاز الامن لانك انت عندك خبرة في هذا الموضوع لكن الرئيس لا لا من قبلك شكار رئيس بس حالة لاش رميت المنشفى فكرتني بواحد الحاجة بس حالة انا مانش نقول عليك انت كيما هي لا لا مش كيما هك ابا سالون لما اخرجي معا الصحابة من مكة رايح لغزوة بدر فين اصطريك شقل عاصر المسلمين وخرج ارجع معه واحد الطائفة فقالهم هيا نرجعوا خلاص خرج الحمزة عم النبي قالهم يا مسلمين في هذا اللحظة هذه ان الله يريد ان يميز الخبيثة من الطيب ان الله يريد ان يميز 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 بين الخبيثة والطيب فمن كان مع الرسول فليتقدم اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم لهم ما يرجعش واللي يروح معا ذاك الله روح بطان يوم ماشي ناقص عشرة ناقص خمسطعش مهمش ناقص جندي ناقص مهمش بس صح وشن هو السبب يخليك ترمي المنشفة علش ترمي المنشفة اللي يرمي المنشفة منهزب انت هزم بوحدك اللي معاك اللي احرار الناس اللي احرار فعلا اللي عندهم فاريسون بلافونطاش وبشي تتقلب له صح مش يعبدو الاشخاص انا ما نحبش انسان يطلع كي نهضر على العربي سيطوت ولا نهضر على الافلان يطلع عليهم لا بيشك ما تقدس ليش الاشخاص مطلعش انت تدافع بيشكرا هو العربي سيطوت انا ناقش فكرة انا ناقش خلاص رد عليها قالها فلان فكرة هادي هك 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 ناقش الفكرة اللي هدرت فيها مش تطلعي متقدسش الاشخاص وشن هو الفرق بينك انتوقتوا بعض النظام ما كانش فرق ناقش الفكرة متقدس ليش الاشخاص مجيش تمدحلي في الناس متمدحليش الاولا تلمدحة انا ولا مدحة اتقنوا للك بالريح لا تمدح ولا تبراح لا تمدح ولا تبراح حتى في العراس ما نرغسش نحبش نرغس هكا طبعي هكا طبعي هك من نحبش فهمت الله ما فهمتش علاش ارمية المشفى في نص طريقة حبيت تكسر ما عندك ما تكسر لتبعوك ثثمائة الف واحد متين الف واحد هام فهم ودرك يش بدور واحم اللي يبعى الكرياض يرجعوا مع حرار اخرين لان الهدف واحد تحرير البلاد تختلف السبول صحيح لكن الهدف واحد كل الطرق تؤدي الى استقلال الجزائر المهم قول الحق والثبات على الحق المهم قول الحق والثبات على الحق بركة مش محتاجة تكون معي فلان كنت مع هذاك فلان عنده الطريقة تاعه عنده الاسلوب تاعه عنده المعطيات تاعه عنده هذه الفكرة تاعه مدام هو الغرض ان الشعب يستقل ويدي استقلاله وان هذه الدولة تقوم ما عندناش مشكل معها كل انسان عنده طريقة خاصة به ايه؟ بالصح الهدف هو واحد الهدف هو واحد تختلف السبول تلتقي عن نقطة واحدة استقلال الجزائر واذهاب العصابة تدمير العصابة الله يدمرهم ان شاء الله اليوم هذا اللهم بحق قرآنك الكريم وبحق أنبيائك والصالحين اللهم بجاه كل من لديه عندك جاه اللهم دمرهم يا رب وصارت الفساد في الجزاء اللهم دمرهم يا رب العالمين ارهقونا يا رب العالمين اللهم زلزل عروشهم واقسم ظهورهم ودمر عقولهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم ارادوا سوءا بشعب بريء يا رب العالمين يا رب اللهم استجب انك قريب مجيب استغفر الله العليل العظيم يبقى السؤال محير علش الياسر رحماني فك الكريا وفك المعليبريش كانوا حتى نعرف ناس ماشاء الله في كندا وماشاء الله في أمريكا وكانوا حتى داكاترا كانوا يتبعوا فيه وكانوا يدعموا في الكريا وكانوا ينطقوا باسم الكريا وهو بدروحوا وخلاهم وراح هذي خيانة هذي خيانة تعتبر خيانة او انهم اعطوك دفعولك ممكن يعني اعطوك الباي ممكن وصلوك التريفون كيف حالي خصك وكيف حالي خصني مليون او زوج او اعلم انا ما نقدرش نجزم بهذا الشي بصح ما دام انت اسحبت بهذه الطريقة المفاجئة او بهذه الطريقة الغريبة لان فعلا انت كنت تقول انا حر وانا والله 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 ومعلى خير في نصطرك ترمي المنشفى اعطينا تبرير تقني prosper او هذي الناس تتبعين فرحان بأمو وفرحان بأخاوتي وخوتتون حبا في الله. لماذا ترمي في المنشفى في نص طريق؟ لماذا؟ هذا رقي كسرت. شقيت عصى المسلمين. أخرج من النص. أقسمت. الحر لا يدرشت. إنسان الحر فعلا يحر. إنسان المقاوم صح الشرس. تريب القاسم لما قام يحارف الاستعمار. هو من الأول قبل الخمسين. قبل الخمسين. قبل الخمسين. ناضب واحده. مع قلة قليل من تزوزه ومن بجاية الأحرار. كان فيهم حتى واحد. الله زوزه. الله أعلم. قبل ما تبدأ حرب الخمسين. لا يدرش. لا يدرش. لا يدرش الشعب لا تتبعني أنا نحبس. والناس لا تتبعوني أنا نحبس. صبر. صبر وقاوم قاوم. وربي منع عليه بالربعة وخمسين أنها توحدت. وأنا فيه ناس ناضب معه. إبا وفوالا. الإستقلال مزعوم. تقول الإستقلال تعني خرقي. نحن نعرف بلليه خرقي. الثورة خرقي. الثورة خطرقت. والمجاهدين صفوهم. والصادقين صفوهم. سأعود المشكلة. ولكن ليس خرقي. ليس خرقي. الثورة الجزائرية خطرقت. أخترقوها. صفوهم الرؤوس. حتى المجاهدين الأحرار. المجاهدين لم يكن قادة. صفوهم تصفية في الجبل. أنا عارف. كانوا يحكوها لي. وعايشين في هذه الحقبة. وشايفين بعينيهم. ولم يكن مسجلين مع المجاهدين. لم يكن قاعد درهم في المجاهدين. كان منهم ناس يقولون. لا نأكل دم خوطنا. لا نأكل دم خوطنا. لا نأكل دم خوطنا. نحن نحوز الباطل. نحوز الباطل برك والظلم. نحروا بلادنا. قال لي. غادثنا عمارنا في ذلك الوقت. أن الجزائر يتحقر ويتظلم. ويتسب ويتهان ويتقتل قدام عينيك. ويتقتصب نساء الجزائر قدام عينينا. قال لي. نظن على هذا الشيء. أن فرنسا دي لازم تخرج وتموتها. تخرج. ودمروها الحمد لله. لكن بعد ذلك لهم لعبة. ويقولون. أعوان ليس لهم. منهم القومية التي كانوا عايشين في الجزائر. وهو القياد. اسمهم القياد. القياد. ويقولون. الشياطين الإنس والجن. يجتمعوا خطة. ويخترقوا الجبهة التحرير الوطني. ومكنوا فيها قادة. ومكنوا فيها من نوع. وزعموا لعبوا اللعبة. ثم يقوموا بإنقلاب. وقاموا بإنقلابات. وكل ما يدروا إنقلاب يدخلوا الشعب في دوامه. لن ينسوا هذا الشيء. ينسوا الشعب يلعبوا فيه. يجهلوا الشعب ويخرجوه من المصار الحقيقي للشعب. مصار بناء الدولة المدنية. وبناء الدولة القوية. يخرجوا منه. تضعيف الشعب. انتصاصه. استنزافه. استنزافه لأفكاره. استنزافه لأمواله. استنزافه لطاقته. ووصلنا إلى الحالة اليوتوفية. الشعب الجزاري. لا إله الله محمد رسول الله. لكن ينسوا حاجة. ينسوا حاجة أن الله يمهل ولا يهمل. أن الله يمهل ولا يهمل. يمهل ولا يهمل. وكلما شعب. شعب يستضعف في الأرض. حتى لو كان كافر. يكثروا عليها الظلم. ربي يرسل اللي ينصره. حتى لو كان كافر. شعب كافر. صح مظلوم. ربي يرسل ناس. خاصة. ينصروا هذا الشعب. ويحروا. ويقفروا. 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 الشعب الجزاري الآن. لا يمكن أن يقفروا. لا يؤمنون بالله. أننا مؤمنين ومسلمين. عندنا معاصة. عندنا معاصة. عندنا ذنوب. نغلطوا. ننساو. إنه إنسان. طبعا إنسان. إذا الإنسان ما غلطش. علش ربي يسموه رحمن وراحم وغافور. وش رح يغفر لك. كيف يسموه غافور إذا أنت ما غلطش. تسموه غافور. وش رح يغفر إذا الإنسان ما غلطش. وش رح يغفر. يقول إنه غافور وغافور يغفر. لكن هذا الغلطة ليس يحسيب شعب. لن تضيع الشعب كامل. لن تضيع الشعب كامل. وما تقول ليش غالطة. تقول للمفسدين. الإفساد في الأرض. وهذا ليس خطأ. هذا شيء متعمد. الإفساد في الأرض هو شيء متعمد. يتعمد الإنسان يديره. وهما بالمرض سوف ي hizoلموا الشعب الجزاري وضعتها إلى جديد أو ضعطها ومغربية،بليبي أو مصري الشعوب تستضعف وتضغط عليها لكن ينسوا شيء أن الضغط يولد الانفجار الضغط هذه طبيعة كونية ربي خلط عليها قاعدة كونية القواعد الكونية مش متغيرات الثوابت الثوابت في خلق الله في الطبيعة الكونية الضغط يولد الانفجار لا تقدرش تغيرها بالون الضغط يولد الانفجار والانفجار لأنها قاعدة كونية ربي خلقها الثوابت الأصلية لا تستغيرش الضغط يولد الانفجار والانفجار والانفجار هذا موش رح يحبس تخوفوه بكورونا تخوفوه والله وتخرجوا سلح تخرجوا سلح والله مو رح يرجع للديار يا حكمة الزبل والله لو تخرجوا سلح في بعض الناس يقول لكم هم ممكن يدروها ممكن يدروها عبا في فيديوات قبل قلت لكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط خي لترهبوا به عدو الله وأرجو أن يكون قرية الآية صحية ساعتكم قناة نهضر لنهضر لنغلط لا عليش سامحوني لساني شوية يتعقد خلق الله هذا مع حلبة البقر هذا مع طارب وهذا مع حلبة البقر إذا لا تكونوا جاهزين لكل حاجة كل حاجة تكونوا جاهزين لها يا عبد العزيز مجاهد أنا قلتها لكم أنا عارف الشيء هذا عارف عارف متأكد مش لقعد نهضر فيه الشعب الجزائري مدة 20 سنة ويحفر من وراكم هوين بش يحفر 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 سوسة سوسة تعب الصح عارفوا شكون وشكون وشكون ووين وكيف وعلى هو وانت تفهمها بوحدة فكتفهمها أنا عارفكم بالمارخص تحرحنا تحرحنا تنشي بخصوني تراش أفرض أفرض بالقوة أفرض أفرض بالقوة لازم بالقوة خوفوا خوفوا الشعب الجزائري خوفوا خوفوا أخطف هذك انهب هذك رجع هذك دير لهم حسار من دير لهم من المزل وبرك تستفز في الشعب بس حضغط هذا ويولد انفشار وانفشار إذا تفجرت الكاكوتا ستتفجر في وجه الطيب اللي قاعدة طيب هي اللي تتفجر في وجهه مش رح تتفجر في وجه الجيران وانتم اللي قاعدين طيبوا انتم اللي رقمت تتبخوا في ذيك التبخة الكاكوتا كاكوتا كاكوتا تترتق تترتق في وجهكم توم الشعب الله خاطئ والله ستتترتق في وجهكم انتم أول ما تتترتق في وجهكم انتم بإذن الله بإذن الله عز وجل لا إله الله محمد رسول الله جمعة مباركة وصلوني شوية فيديوهات مش بزف لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله حيا الله الأحرار في العاصمة وحيا الله الأحرار في قسنطينة وحيا الله الأحرار في وهران وحيا الله الأحرار في كل ربوع الوطن حيا الله أحرار الصحراء حيا الله أحرار الشرق والغرب حيا الله أحرار قبائل وحيا الله أحرار العرب وحيا الله أحرار التوارق وحيا الله أحرار خوطنا العربان وحيا الله أحرار بنمظاب وحيا الله أحرار في المشرق والمغرب والشينمل والجنوب وكل بقاعد الجزائر مباركة بإذن الله جمعة طيبة ومباركة جمعة العزة والخرامة هذا ردنا عليكم هذا رد الشعب عليكم يا وجوه الشر ما تخوفونش بكورونا ومعندكم ما راح يتديروا معندكم ما راح يتديروا والله لا تسل أرواحكم نقطة 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 حتى تكمل عليكم مال وقلوا ما قالوا هاش نهار هذا شفيكم هاد الوجه شفيكم فيه يقول لكم اه شفيتوا عليه او ما شفيتوش ذكرتوا يوم هانا ذكرناكم فيه لا اله الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين استغفروا الله لي ولكم وأتوبوا إليه اللهم اغفر ذنوبنا وأكرم جمعنا خاطنا شوية لايكات بارتاجة ورب يحفظكم تمنينا نوصلوا 150 ألف والمتين ألف أبون الله يحفظكم والله ربي يكرم أصوكم والله ربي يسعدكم في الدنيا وفي الآخر بإذن الله والاستقلال والله جاي جاي اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا شوفوا اصبروا وصابروا والعاقبة للمتقين بإذن الله أحبكم في الله السلام عليكم